الآن تعيين الدكتور مصافة الفئي رئيسا لمكتبة الأسكندرية الحقيقة يعني اختيار موفق هذا الرجل يتمتع بفكر وثقافة عالية جدا مكتبة الأسكندرية هي أحد الأذرع اللي احنا بنعتمد عليها بشكل كبير جدا في التأكيد على قوتنا النعيمة والناس بتقول يعني ايه قوتنا النعيمة احنا مصر بنمتلك هذه القوة قوة الثقافة قوة الفكر المستنير ونستطيع ان نؤثر في العالم كله بهذا الفكر وبهذه الثقافة خلينا اقول ايضا الخبر المتعلق بالفريق اول صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي واللي شهد البيان العملي بالزخيرة الحية لعناصر المدفعية على المستويات المختلفة واللي نفزتها احد تشكيلات المنطقة الغربية العسكرية في اطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة دي مسألة مهمة جدا واحنا طول الوقت بنوصق على هذه المفاهيم المتعلقة بالان لان احنا بننسى في طول الوقت واحنا بننشغل بفكرة بناء الدولة وتحقيق احلامنا وسد احتياجاتنا ان هناك معركة على الجانب الاخر تتعلق بمواجهة الارهاب وان عناصر هذه المواجهة هي القوات المسلحة المصرية والشرطة المصرية نتابع رعد 27 لعناصر المدفعية على المستويات المختلفة والتي نفذتها احدى تشكيلات المنطقة الغربية العسكرية في اطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة والقى اللواء اركان حرب شريف فهم بشارة قائد المنطقة الغربية العسكرية كلمة اكد فيها ان رجال المنطقة الغربية العسكرية عاقدين العزم على تنفيذ كافة المهام التي توكل اليهم تحت مختلف الظروف شارك في تنفيذ البيان عناصر الرمي غير المباشر والمكذفات الموجهة المضادة للدبابات ذات القدرة العالية على المناورة وقفة الحركة واختراق الدروع تعاونها الهولوكوبتر المسلح بالاشتباك مع عدد من الاهداف الثابتة والمتحركة واصابتها بدقة وكفاءة عالية وتقديم الدعم والمعاونة النيرانية للقوات المنفذة للمهام خلال المراحل المختلفة للمعركة وفقا لمنظومة متكاملة بالتعاون مع الاسلحة المشتركة والافرع الرئيسية للقوات المسلحة وتضمن البيان استخدام احدث وسائل استطلاع المدفعية ونظم تحضيرات ادارة النيران ضد الاهداف المعادية وسرعة تحديد اماكنها وتدميرها باستخدام المدفعية الصاروخية والمدفعية ذاتية الحركة ذات القوة النيرانية والتدميرية العالية والقدرة على التعامل مع الاهداف المعادية في العمق وتقطية مساحات كبيرة في زمن محدد وقد اظهر البيان المستوراق الذي وصلت اليه العناصر المشاركة من مهارات ميدانية وقتالية عالية وكذا سرعة اكتشاف وتحديد الاهداف الميدانية والتعامل معها مع ادارة وتقييم وتحليل نتائج الضربات باستخدام احدث وسائل القيادة والسيطرة وفي نهاية البيان اشهد الفريق اول صدق صبحي بالاداء المتميز الذي وصلت اليه القوات المنفذة للتدريب وما حققته من مستوى راق في اعداد وتدريب الفرد المقاتل والحفاظ على اعلى معدلات الكفاءة القتالية لكفة الاسلحة والمعدات هنستمع الى تصريحات الفريق اول صدق صبحي في هذا الامر ان زي ما قلت لحضراتكم عندنا مهمة كبيرة جدا لازم طول الوقت تبقى عنا عليها ونحن بنتكلم في معركة البناء نتكلم كمان عن المعركة الخاصة بمواجهة الارهاب لو التصريحات جاهزة احمد نسمعها لان بالتأكيد العقيدة القتالية القوية لابنائنا لابد ان تكون موجودة ولابد ان نساهم كاعلام ومجتمع في مسندته انا برحب بكل الافاضل الحضرين معنا هنا كانوا من الافاضل الشيوخ وعواقل القبائل هنا في المنطقة الغربية او السادة نواب مجلس النواب انا بشكر قادة المنطقة الغربية العسكرية على الاداء الرائع اللي احنا شفناه النهاردة ده اندل على شيء دول على مستوى عالي جدا في الاداء الحقيقة النهاردة كان بيان عملي مستوى عالي جدا بمعنى الكلمة وعايز ان شاء الله ربعمين في كل البيانات اللي جاية ما يكونش يقل من كده بقى احسن كمان من كده بكتير احنا كقوات مسلحة دايما بنعتز بالاداء بتاعنا بالشكل اللي هو بيبين ازاي القوات المسلحة بتحافظ على كفائت القتالية ازاي بتحافظ على مستوى التدريب اللي بتوصل ليه خلال العام التدريبي اتمنى ان شاء الله ربعمين كل البيانات اللي جاية وكل انشطة التدريب اللي جاية ان شاء الله ننفذها زيدة واحسن من ده بكتير ان شاء الله ربعمين وناقش القائد العام عددا من القادة والضباط المشاركين بالتدريب في اسلوب تنفيذهم للمهام والواجبات المكلفين بها واستمع لأسئلة واستفسارات دارس الكليات والمعاهد العسكرية والاجابة عليها من مخطط ومنفذ البيان لسقل مهارات الدارسين ونقل خبرات التدريب وتعمق الدروس المستفادة من ان شاء الله ربنا ينصرنا في معركتنا الحالية لان احنا ندافع عن الحق والحق معنا ان شاء الله ونصر الله قريب خلينا روح مع حضراتكم